رحبتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله أما بعد اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيننا على ما أقمتنا فيه وأن تفقهنا فيما أقمتنا فيه وأن تأخذ بأيدينا فيما أقمتنا فيه وتقنعنا بما أقمتنا فيه وترزقنا الشكر لما أقمتنا فيه اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار فقهنا في أمور ديننا ودنيانا واجعلنا فرقانا في رقوبة بين الحق والباطل وادخلنا في كل الأمور مدخلة صدق واخرجنا من كل الأمور مخرجة صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك أرحم الراحمين ورحمنا أرحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أما بعد نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على مكن الغياء التقريب للقضية بشجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين ونحن ما زلنا في تفاصيل سجود السهو سجود السهو في الصلاة لا تفاصيل كثيرة على حسب الشيء الذي نسيته في الصلاة فقلنا أن الذي تنساه في الصلاة إما أن يكون ركنا أو يكون بعضا أو يكون هيئة فإن كان ركنا واجب أن تأتي به ثم تسجد لسه وإن كان بعضا من الأبعاد كالجلوس التشهد الأوسط وقراءته والصلاة النبي فيه والقنوط في الركعة الثانية من صلاة الصبح وكذا في الوتر في النصف الأخير من رمضان جهرا والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقيام له فإذا فتك هذه الأبعاد وجب يستحب ويسن ولا يجب أن تسجد للسهو ولا تعود إليها إن تلبست بفرد بعدها أما إن لم تتلبس بفرد بعدها فلك أن تعود إليها إذا تذكرته فيقول وأراد المصنف بالسنة هنا أي التي يسجد لها للسهو أي في هذا الموضع بخلافه فيما تقدم فإن المرد السنة فيه ما يشمل البعض والهيئة قلنا الشفعية قسموا صنن الصلاة قسموا صنن الصلاة إلى أبعاد وهيئات الأبعاد هي التي إذا نسيها المصلي يسجد للسهو وهي التشهد الأوسط والصلاة النبي فيه والجلوس له والقنوط لصلاة الصبح في الركعة الثانية جاهرا بعد الرفع من الركوع والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكذلك الصلاة على الآل في التشهد الأخير هذه الأشياء إذا نسيها المصلي يستحب له أن يسجد للسهو وتسمى أبعاد فأخذناها من السنن وخلناها أسمى أبعاد بقيت السنن في الصلاة نسميها هيئات فإذا نسيها المصلي لا يسجد للسهو ولكن يفوته سوابها بس زي قراءة صورة بعد الفاتحة زي التسبحات في الركوع وفي السجود زي الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر زي تكبيرة الانتقال زي التسليم الثانية كل هذه السنن لكن إذا نسيها الإنسان لا يسجد للسهو وتسمى تمييزا لها عن السنن التي يسجد للسهو وتسمى هيئات أما السنن التي يسجد للسهو نسميها أبعاد يبقى النقطة دي هامة فإن المراد بالسنة فيه ما يشمل البعض ولا هيئة لما يقول لك سنن الصلاة يبقى يشمل الأبعاد ولا هيئات أما يقول لك السنن التي يسجد لها للسهو يبقى يقصد سنن مخصوصة وهو الأبعاد وقوله الأبعاد الستة وعرار المصنب بالسنة هنا الأبعاد الستة يعني الأبعاد عدوها ستة الإمام الشافيه لكن بعد كده لما فصلوها لهوها توصل الياشرين لأن الأبعاد الشافيه أو هيئة ذكرها موجزة يعني لعل الاقتصار عليلك منها هي الواقعة لكلام الإمام الشافعي وأصحابه وإلا فالأبعاد عشرون كما تقدم قوله وهي التشهد الأول وقعوده التشهد الأول وقعوده ويتصور السجود لترك قعوده وحده بما إذا كان المصلي لا يحسن التشهد هستح تقول طب إزاي يوعد يعني يترك قعوده طب موطلة مقاعد لازم حيتشهد فهل ممكن يأخذ ولا يتشهد يبقى ترك التشهد ولا ما يترك القعود آه ممكن لو لا يحسن التشهد تفر المشحفظ التشهد تقوله في الركعة التانية قبل ما ترفع للتقعود فترة وبعد يمتقوه وبعد يسجد للسهول لأنه ما قالوش يبقى وفاته قراءته لكن لم يفوته قعوده وأحيانا الإنسان يقعب للتشهد الأوسط وبعدين يلاقي نفسه أرى الفتحة فيه شمس الحال وبعدين آه ويقول إيه دا دا ناريت الفتحة في التشهد الأوسط يبقى في الحالة دي يسجد للسهول لأنه فاته قراءته بالرغم أنه لم يفوته قعوده البتاح فالحاجات دي يبقى دي السور تتحدث ويتصور السجود لترك قعوده وحده بما إذا كان المصلي لا يفسن التشهد يبقى عليه قعود ففي الحالة دي حيث يسجد للتشهد علشان فاته القعود كأنه يطلب منه أن يجلس بقدره فإذا لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الأول وحده لأن الفرد يعني الفرد المفترض يعني في المسألة مش الفرد اللي هو الواجب لأن الفرد في المسألة أي شيء المفترض المثال يعني لأن الفرد أنه لا يحسن التشهد يعني افترضنا مثالا في هذه المسألة أنه لا يحسن التشهد يبقى في الحالة دي فاته القعود لا تتفكرين الفرد بمعنى الفقه لا الفرد يعني هو بيفترض لك مسألة فلا يقال إنه تركه أيضا وهكذا يقال في القنوط وقيامه وكذلك ممكن لا يحفظ القنوط دعاء القنوط أو لا يحسن الدعاء فنقوله لما ترفع من سميع الله ومحمد الركور فنقع الثاني وصله بالصوت فوقف شوية ووقف شوية كده قدر القنوط وبعنين يزجد كويس وفي الحالة دي برضو حيزجل لسه ولترك ايه لترك قراءة لكن لا لترك قيامه فان ترك قيامه ايضا يبقى في الحالة دي حيزجد لسه باب اولا لانه ترك القيام وترك القراءة والقنوط حتى لو جمع يبقى الابعاد انتشاود الاول وقعوده والقنوط في الصوت والقنوط حتى حتى يعني يعني يزجد لسه حتى لو جمع بين قنوط النبي صلى الله عليه وسلم وقنوط عمر وترك شيئا من قنوط عمر مذب الشفائية كده في الراجح يعني في مذب الشفائية انه لو شرع في القنوط في صلاة الصبح وقال دعاء القنوط اللي هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب فنسي حاجة فيهم ماكملوش كويس يزجد لسه بابعاده لان بشروعي فيه كأنه التزم عن يكمله فان لم يكمله يبقى ناقص لكن له ألا يدعو بهذا الدعاء بالذات يدعي دعاءه بسمه قنط لكن لو اختار دعاء النبي واختار معه دعاء سيدنا عمر فلم يكمله بصيغاته الواردة يبقى قصر يبقى في الحالة دي يسجد لسه بابعاده لانه لم يكمل الدعاء على صورته الواردة وهذا حتى لو جمع بين قنوط النبي صلى الله عليه وسلم وقنوط عمر وترك شيئا من قنوط عمر فالمتجه السجود يعني المتجه في المذهب ميالين معظم علماء المذهب انه يسجد لسه بابعاده يعني دليل ايه ان فيه علماء مذهب قالك خلاص تم القنوط وخلاص لانه ده مش قرآن ده دعاء انا مين للرأي التاني انه هو دعاء وخلاص مش قرآن انا مين للرأي التاني وان كان المتجه في فقه الشيخ البيجوري انه هو يسجد لسه لكن انا يعني رأيه انه خلاص طالما دعاء يبقى لا يلتزم لانه ليس قرآنا ملتزما ليه واضح لكن على اي حال مذهب الشفعية كده فاذا صليت خلف انسان شفعي وبعدين لقيته قال القنوط ولكن لم يتموا على الصورة الكاملة وبعدين سجد لسه وما تتعجبش لانه ده وارد في المذهب لا تتعجب منه تقوله ما انت قنابت عم الشيخ ليه سجد لسه تقولك اصلي لم اكمل القنوط على الصورة الوارد او نسيت منه بعض الفقرات يجوز هو ده المتجه عندك سمن ولا ما المذهب ولا يقال بل المتجه عدم السجود اللي هو اللي احنا بنرجعه بيرجعه يعني ايه يعني بيحذر مما نرجعه لانه هو يرهد بالسجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لانه ترك بعض قنوط عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له بيقولك ممكن تقول ده ده لو ترك قنوط سيدنا عمر بالكلية لا يزيد لسه بقى لو شرع في جزء منه ما كملوش يزيد لسه يبقى من ده بقى او لا انه لو تركه كله مش هيزيد لسه يبقى من ده بقى او لا لو قال جزء منه ما يزيدش لسه برضه هو بيقولك ايه واتفكر كده ايه واتفكر بالطريقة دي ليه لان نقول لما ورد بخصوصهما لان له لان نقول لما ورد بخصوصهما مع جمعيه لهما صار كالقنوط الواحد لما هو قالهم الاثنين مع بعض ووارد الدعاء بصيغة معينة يبقى صاروا الاثنين كالقنوط الواحد لانه هو جمع بينهم يبقى التجم بهم فالزم نفسه بهم فطالما الزم نفسه بهم يبقى يأتي بهم على الكمال فان لم يأتي بهم على الكمال يجد للسه كويس لكن لو ما شرعش فيهم يبقى ما هلزمش نفسه بهم يبقى ما فيه السجود سهو يدعي اي دوعاء ما يجراش حاجه ده رأي مين الشيخ البيجوري وانه وثقه من علماء المسجد لان نقول لما ورد بخصوصهما مع جمعه لهما لانه نقول بما ورد اه اي بما احسن لما دي مش عجباني لانه نقول بما ورد بخصوصهما مع جمعه لهما صار كالقنوط الواحد لانه عند العرب حروف الجر بتحل محل بعضه لانه نقول بما ورد او لما ورد بخصوصهما مع جمعه لهما صار كالقنوط الواحد والقنوط الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما معا ثم ترك احدهما فالاقرى بعدم السجود الصورة الثانية بقى انه هو ناوي يقنط بالدعاء الورد عن النبي واللي ورد عن سيدنا عمر فاكتفق اللي ورد عن النبي ولم يشرع في دعاء سيدنا عمر لا يسجد لسه بالرغم انه كان ناوي يجيب الاتنين لكن ظهر له في الاخر انه خلص دعاء النبي كده وخلص ايه ما ما يسجدش لانه لم يشرع فيه لم يشرع فيه فبنقص واكتفينا بالدعاء الورد عن النبي دي السورة الثانية غير السورة الاولانية انه هو ايه شرع فيهما فلم يكمل احدهما يسجد لسه التانية عزم ان يشرع ان يدعو بهما فدعى باحدهما واقتصر لا يسجد لسه لانه ما فيش نقصان فقيمت السورة الثانية اللي هو حيجبه لك الوقت اه يعني انا اريته كتير لكن ما تعمدتش احفظه اليك نحفظ اليك نسعى ونحفظ اليك نسعى ونحفظ نخلع من يكفرك انا بخاف اشرع فيه لان انا مش حفظه بالنص وبعدين كده يقولولي يسجد لسه والشيخ البيجور يزعد مني مسجدش لسه فما برداش اقوله في الصلاة لان مش حفظه بنصه يعني عارف معنا واحنا سبق واريناه لكن على اي حال لو ايه لو عزم ان يقولهم الاثنين فاكتفى باحدهما لا يسجد لسه لكن لو شرع فيهم الاثنين ونقص احدهما يسجد لسه واضح 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 على الاتيان بهما معا ثم ترك احدهما فالاقرب عدم السجود لانه لا يتعين الا بالشروع فيه ما يتعينش الا بالشروع فيه ولو ترك القنوط تبعا لامام الحنفي دي مسألة التبق هو بيصلي خلف امام حنفي او حنبلي لا يرى القنوط يعني في صلاة الصبح او الهابي في اذا العصر لا يقنطون في صلاة الصبح كذاك وهي علامة فيه هو اخذ بالك تعمل انت ايه قالي السورة بقى ولو ترك القنوط تبعا لامامه الحنفي سجد للسه هو حيقضع امام الحنف ومش هيقنط خلاصه يبقى هو يسجد للسه وابقى امامه الحنفي يسلم هو ما يسلمش يروح سجد للسه ويسلم كويس دي صورة وكذا لو تركه امامه المذكور واتى به هو قالك ايه طيب افرد انه هو اتى به هو يعني الامام الحنفي قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقعد شوية قال اي حاجة كده في سره فانت استغلت الفرصة ورحت انت قلت دعاء الجنود بتاعك كراجل شافي بتصلي مأموم وراه يقولك برضو يسجد للسه ولتطرق الخلق في صلاة امامه على الخلاف كل ما يقولك وكذا يبقى فيه اواجئين اما يقولك في الغالب كده معظم متأخر الشفاية في كتابهم يقولك وكذا يعني وكذا الصورة اللي جاية دي يعني فيه اواجئين اللي بعد هو كذا دي في الغالب اغلب احوالهم كده يعني كأن فيه وقت يقولك لو قنت هو خلف امام الحنفي لا يسجد للسه واللي رجحه الامام البيجوري قالك برضو يسجد للسه حتى لو قنت هو قالك لتطرق الخلق في صلاة امامه وهو مقتدي به فبيزوج للسه لان امامه بيتحمل السهوك سهو المأموم وانت يؤثر خلل صلاة الامام عليك كما انه يتحمل فانت بتزوج للسهو لجبر خلل صلاة امامك لانك انت مرتبط صلاتك به سواء قنت او لم تقنت طالما هو لم يقنت لدرجة ان فيه سورة رابعة قالك ولو قنت الحنفي يعني امام احناف حنفي بيصلي في جانع كله شفعي فهو بيجملهم قدموه يصلي اليوم للسلاة الصبح فبيجملهم راح قنت وانت عارب ان هو لا يرى القنوط يقولك يسجد للسهو لانه لا يرى القنوط سنة فهو قنت لمطرق الدعاء لا الاهتيان بالبعض فهمت ازاي ده طلق القدل لان العبرة بايه بأكي قضية هو فهمت ازاي كل السواة ولا ما يسجد هو ها ما هو بعد ما يسلم انت هتسجد لسه شو بعد ما يسلم وانا شفاهه وقنت عارب وانت قنت عارب لتطرق الخلل في صلاته لان انت عندك كشفعي الصلاة دي نقصة حاجة نقصة بعض من الله بعض فهي الصلاة دي اللي بقاير القنوط في الصبح دي فيها نقص عندك انت في اعتقاد نفسك لانك راجل شفعي اعتقدت ما اعتقده الامام الشفعي في الصلاة ان القنوط ده شيء مطلوب في صلاة الصبح هو لا يعتقده انت تعتقده وكل مأخوذ باعتقاد نفسي درجة قالك لو جميلهم وقنت برضو هنسجد لسا الا انت انسال يخطول انا شفعي اعقل يهو علشان يبقى اعتقده زي اعتقدك ويبسأيتها بيعمله على انه من الابعاد مش بيعمله على انه مطلق دعاء مش بيعمله على انه مطلق دعاء لا ده لازم يعمله على انه من الابعاد يعني بيؤدي بعض من الابعاد لان بعض من الابعاد ده ثوابه يعني بعد الفرد على طول واعلى من الهيئة فهو عبادة مخصوصة بذاتها فهمت مش مطلق دعاة ده مش مطلق دعاة ده ده بعض من الأبعض في صورة دعاء فهمت بقى عشان كده الشافاعي بيفهم ان القنوط ده بعض من الأبعض في صورة دعاء انما الحنفية اللي عملوا هيعملوا في صورة دعاء بس مش عليينه بعض الملق Mentale فهمت بقى المسألة وعلشان كده لقنت حتي بقى زجودة فهمت بقى السورة دي يعني الشفاية ما لهمش حل خد بالك منه ولو ترك القنوط تبعا لإمامه الحنفي تجد لسه دي كلمة واحد ما فيهش خلاف طيب وكذا الحتة اللي جاي باع فيها الخلاف وهو بيردح لك حاجة لو تركه إمامه المذكور وآتى به هو المأموم أتى به والمذكور الحنفي ده لم يأتي به يبقى غرضه يسجد لسه فهمت إزاي طيب فإن أتى به هذا الإمام طيب إفجد الحنفي بقى هو اللي أتى به إمام صلى بيك وانت عارف ان ده راجل حنفي عارفه كويس كده فهمه وبعين لقيته قند قال الشبرام الليسي الإمام الشبرام الليسي من علماء الشفائية قال لك لا يسجد لسه وخلاص بقى دماء الشفائية الراجل قند خلاص تسجده لسه وليه الراجل عمل اللي عليه قند خلاص انتهي هتعملو عليه قضية كبيرة ده الشبرام الليسي وانا مين لرأي الشبرام الليسي شخصيا يعني فقال الشبرام الليسي لا يسجد المأموم لأنه أتى به في محله في اعتقاد المأموم وخلاص مش مهم اعتقاد إمام بقى وقال غيره غير الشبرام الليسي يسجد وإن أتى به كل منهما يسجد وإن أتى به كل منهما لو هو هقانت وانت برضو مأموم قانت وهو حنفي برضو تسجد لسه ويعملاش حل قال لك قال ان العبرة باعتقاد الامام لأنه خلل في اعتقاد الامام لأنه لا يعتبره من الابعاد ده بيعتبره مطلق دعاة فهمت بقى وجهة النظر شبت الفقاة ازاي وجهة نظرهم تختلف في المسألة الواحدة قلت لك ده عنده حق وده عنده حق والحكاة سهلة ويتطرق الخلل للمأموم بخلاء ويتطرق الخلل للمأموم ايه لاعتقاد الامام انها ليست من الابعاد ويشكد يسجد لسه وبرنا بخلاف بخلاف ايه بقى اخد بالك ما لو ترك القنود في الصبح لاقتدائي بمصلي سنتها لأن الامام يحمله عنه ولا خلل في صلاته طي انا رأي ايه دخلت المسجد بعد ما صلوا الناس الصبح جماعة فلاقيت واحد بيصلي السنة بتاعته لانه كان متأخر فما صلاش السنة فروحت انا خدته امام لي اه تمت بي انا ما صل الصبح وبيصلي سنة الصبح سنة الصبح ما فيهاش قنوده فانا تركت القنود لترك الامام في سنة الصبح لان سنة الصبح لقنودة فيه يبقى ليس هناك خلل في صلات الامام هنا يبقى هنا مسجدش انا للسه طالما انا جبت القنود في موضع دي لعدم وجود خلل في صلاة الامام يعني هو بيقول سمع اللهو من حمدة فالركعة التانية من السنة اروح اناقول سمع اللهو من حمدة ربنا بفلنا والاخنين الذين يسابقون بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلال لنأمن ربانا هناك رأو وفوق رحيم promises الله وسلم على السلط problem أنا القنات تابعه! هو ما قنات لينا مسجدش بها لسا لأن السنة اصلاً لا خلل فيها لأنه مش مطلوب فيها سجود القنط واذا هذه الصورة Hari؟ بخلاف ما لو ترك القنط cousin الاقتراعي بمصلى سنتي حتى هنا اريساً يتركوا اصلاً مقناتش كمان يعني حتى ما قنتش تركه كمان اقتداءا بإمامه خلاص هو تركها خلاص وانت عارف انه بيصلي السنة خلاص مش عارف انه بيصلي السنة اسجد السنة بخلاف ما لو ترك القنود في الصبح الاقتدائي بمصلي سنتي لان الإمام يحمله عنه ولا خلل فيه صلاته كويس؟ وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية اخد بالك بهذه سورة انا بديك سور كتير مختلفة وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع ليصلاة الخوف يحمله امامه بخلاف سهوه قبل القدوة اه ايه هو السهو اللي يحمله الإمام عن المأموم؟ السهو اللي يحمله الإمام عن المأموم انك انت تسهى في سنة وأنت مقتدي بالإمام والإمام صلاته كامل واخد بالك وسهو المأموم حال قدوته وفيه سهو حكمي يعني ايه حكمي يعني هو لما بتبقى صلاة شدات الخوف بيعمله ايه؟ بيصلي نصف الجيش ركع مع الإمام وركع الوحده ويجي النصف التاني يصلي مع الإمام الركع التانية وركع الوحده فلما بيبقى بيصليه الركع للوحده دي هو يعتبر مقتدي حكما بالإمام فهذه معناها الاقتداء الحكمي الاقتداء حكمي لانه ما زال له علقة بالإمام واضح؟ وسهو المأموم حال قدواته ولوه الحكمية ولوه الحكمية كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع والفرقة الثانية برضو نفس الحكاية لما بتجيب ركعة وبعدما الإمام ايه؟ يسلم يحمله إمام بخلاف سهوه قبل القدوة بخلاف لو سهوه قبل القدوة يعني أنا السهوه قبل القدوة يعني ايه؟ يعني أنا بصلي فرد الظهر في المسجد لمش لاقي حد أصلي مع جماعة دخلت لقيت الجماعة فوش حد رحت يناوي صلاة الظهر فأنا بصلي في الركع التانية كده نسيت التشاهد الأوسط فرحت أقيم للتالت وبعدما بصت لقيت ناس دخلوا أعملوا جماعة رحت أنا نوي الاقتداء معهم عشان أخد صارت الجماعة تدقيت ركعاتي واضح؟ يبقى أنا ساهي قبل القدوة اللي هي الناس التشاهد الأوسط بتاعه وبعدين اقتدد بهم في التالتة والرابعة بالنسبة لنا التالتة والرابعة بنظرهم وما ولو تانية وفي الحالة دي أنا هروح أعيد أقرب تشاهد معاهم بالنسبة للتشاهد أخير وأما بالنسبة لهم التشاهد الأوسط يمتني وليه أن أنا أسلم وأسبهم أنه المفارقة أو أنتظرهم أقعد أدعي لحد ما أسلم معاهم وفي الحالة دي حسجد لسه وأخد بالك إزاي لأن أنا ساهوي كان قبل القدوة فلا يتحملوا عن الإيمان في الصورة دي حسجد أنا لسه لأن كان ساهوي قبل القدوة فلا يتحملوا عن الإيمان واضح فهمت السورة؟ أنا نسي بقى بصلي صلاة الظهر منفاردا لنفسي بنفسي وعيز فانسيت التشاهد الأوسط وروح تآيب فبقرى الفاتحة في الركعة الثالثة يبقى أنا عليها السجدسة بصيت لقيتهم أقاموا جماعة وبيصالوا صلاة فأنا اتميت بيهم اقتدت بيهم عشان أكون صوت الجماعة فيما بقية من صلاة وانا جوا الصلاة نويت لك تدار كويس؟ فإذا أنا هنا حصلي معاهم وفي نفس الوقت عليها سجد سهو لا يتحمله الإيمان بتاعي لأننا ساهد قبل القدوة معي واضحي بحبة دي؟ سهلا كما لو سهى بخلاف سهوه قبل القدوة كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه وكذلك سهوه بعدها يعني بعد القدوة يعني سهوه قبل القدوة وسهوه بعد القدوة لا يتحمله إمامه تتحمله إنت عن نفسك سهوه بعد القدوة يعني أنا بصلي مع الإمام مسبوق فأدركتهم في الركع الأخيرة فوربتم صلي معهم الركع الأخيرة فالإمام سلمهم أنا أجد بعيد صلاتي فبعيد صلاتي نسيت التشاهد الأوسط أو نسيت قنوط الصبح يبقى أنا نسيت بعض القدوة يبقى هنا ما يتحملهش الإمام أسجد لسه وارح؟ لأن أنا نسيت بعض القدوة يبقى في صورة أنسى قبل القدوة فلا يتحملها الإمام وفي صورة أنسى بعض القدوة فلا يتحملها الإمام أيضا لكن لو نسيت أثناء الاقتداء والإمام عملها يتحملها الإمام واضح محتة دي؟ يعني أنا بصلي مأموم وأعدت أرى التشاهد الأوسط ففتني قراءة التشاهد الأوسط أعدت سلحان جدا فأوزيت لأن الإمام أرى التشاهد الأوسط صلاته كما وقام وأنا ما أرثوش يتحمل الإمام عنه أو أريد الفاتح مصر أو أريد الفاتح يتحمل الإمام عنه لأن هنا فيه قدوة فيدي شيلها الإمام عنه وكما سهوه بعدها يعني بعد القدوة كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوكا أو موافقا لانتهاء القدوة فلو سلم المسبوك بسلام الإمام فتذكر حالا فأنا على صلاته وسجد للسه يعني أنا مسبوك فالإمام سلم وأنا المفروض أن أنا مسلمش أقوم أجيب فروح تمسلم مع الإمام سهوة وبعدين افتكرت وروح تقايم أجمل بيت صلاتي يبقى هنا حسجد للسه لأن أنا هنا عملت السهوة بتاعي اللي هو السلام في غير موضعي بعد انقضاء القدوة لأن أنا مسلمتش إلا بعد سلام الإمام مش كده برضو واضحة لحدة دي سهلة هنا وانقطعت الصلاة بالسلام لأين هو الوقت الفضل وانقطعت الصلاة القدوة انقطعت القدوة بسلام الإمام فأرقت سلمت بعد سلام الإمام ولكن أنا ما كانش عندي سلام أنا المفروض أقوم أجيب بيت صلاتي فأنا سلمت سهوة يبقى هنا انقطعت القدوة وعملت النسيان بقى بانقطع القدوة يبقى أنا عليها يسجد سهل أقوم أجيب صلاتي وهيسجد لسه سهل؟ ممن يأم جيدا؟ لا ما هو حقوم على طول الله أكبر طالما لم يأتوا للفصل لو سهيت خلف إمامك الإمام يتحملوا عنك وده أي فتذكر حالا بنى على صلاة أي حتجيب كنود في الركعة حتجيب كنود في الركعة التانية على الراجح طيب لو أنا جي طب أصلي وأراحت وأصلي السنة ونازم مع ركعة حتجيب أنت قنود في الركعة التانية ولو ما جيتش تسجد للسهول يعني انقطعت القدوة خلاص لكن على أي حال لو أدركت مع الإمام الركعة التي فيها القنود وبتجيب بعد كده ركعة بحيب عندنا واجهين واجه راجح وواجه مرجوح الوجه الراجح إن الركع اللي أنت بتجيبها الوحدك دي بالنسبة لك هي التانية ودة موضع الكنود طبو القنود اللي عملته مع الإمام قالك ده لي المتبعة بس لأن بالنسبة لك ده كانت الركع الأولى ود مثل انت لما بتصلي مع الإمام بتبقى الركعة اللي بتصليها مع الإمام有 نفس ترتيب صلاة الإمام فأنت بالنسبة لك دي تانية برضا وبعدين بتقضي اللي عليك فبالنسبة لك دي أولى وإبقى ما فيهاش قنوط لأنك اتقلقت في الركعة التانية مع الإمام وبالنسبة لك كانت تانية على اعتبار قول النبي ما أدركتم فصلوا وما فتكم فقدوا الرواية كده فقدوا وفيه رواية فأتمه وفيه رواية فأتمه فرواية فأتمه قال لك إبقى أنت بتبدأ بالركعة الأولى بالنسبة لك وبالنسبة للإمام ترتيبها عادي زي الإمام ويبقى أنت التانية دي بالنسبة لك تانية ورواية فاقده يبقى أنت في نفس ترتيب الإمام والتانية دي اللي بتجيبها اسمها الأولى وأبقى الحفة دي فهنا لو لم يسجد للسهو صحيح على وجه ولو سجد ولو قنت صحيح على وجه حاولك مين لأني رواية لا أنا مين لرواية فأتمه إن بالنسبة له دي الأولى وغبالك للمسبوق أول ركعة بالنسبة له هي الأولى بالنسبة له والتانية بالنسبة له التانية بالترتيب كده أنا رأيي دا الراجح عقلا ومنطقا لأن ماينفعش أبقى في التانية قبل ما أصلي الأولى أصلا مش كده برضو ماينفعش والحديثين صحاح الحديثين صحاح بس قالوا إن رواية فأتمه أولى لأن الصحابي قد يروي بالمعنى فيروي على حزب مفاهن هو شايف النقده زي أتمه فقالها فقده فنقول إما تبقى عندنا روايتين نبتدي والاتنين صحيحين نقول ربما يكون الرواية المخالفة للترتيب العادي المنطقي للصلاة تكون رواية صحابي بالمعنى فنرجح الرواية فأتمه لأنها إيه مع ترتيب الصلاة العادي المعتبر وعلى شكدة ودراته فلو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالا بنى على صلاته وسجد للسهوي فتذكر حالا كل الكلام مهم لأن لو تذكر متأخر يبتدي صلى الله ونقوله جديد لأن انقطع إذا تذكر حالا تبقى القطر إيه العرف العرف هو اللي بيقوله بنى على صلاة وسجد للسهوي لأن سهوه بعد انقضاء القدوة وكذا لو سلم معه على وكذا إذا فيها خلاف وابهين هو بيقول لك المعتمد عنده وكذا إذا فيها وابهين وكذا لو سلم معه على المعتمد لاختلال القدوة يعني الإمام سلم وأنا سلمت معك نفس الوقت وفقته يبقى إنها اختلت القدوة فأسجد برضو للسهو لاختلال القدوة بالشروع في السلام واضح؟ يبقى لو سهو الإمام في السلام لاختلال القدوة لأنه سهو الإمام لكن صلاته صحيح بس يزود للسهو إيه لاختلال القدوة وبالشروع وبالشروع في السلام لاختلال القدوة بالشروع في السلام ويلحق المأموم سهو إمامه لتطرق الخلل من صلاة إمامه إلى صلاة آه لكن المأموم بقى لو عمل صلاته كاملة لكن الإمام هو اللي حصل فيه خلل يلحق المأموم فيسجد للسهو لأنه هو مرتبط بالإمام ويلحق المأموم سهو إمامه لتطرق الخلل من صلاة إمامه إلى صلاته ولتحم الإمامه عنه سهو كل دي المسوّغات إنك أنت حيلحق صلاتك خلل لو الإمام سهى حتى لو أنت مكادش صلاتك وعليه لأن الإمام أصب يتحمل سهوك مش كده برضو ومحل هذا كله إمتى إنك أنت يلحق صلاتك الخلل بخلل صلاة الإمام لو لم يكن الإمام محدد لأن لو طلع الإمام محدد وأنت في الصلاة عرفت أنه محدد فهمت؟ وأنت في الصلاة عرفت أنه محدد فأنت نويت المفارق وبعدين هو كان ناسي يبقى في الحالة دي ما عليكش سجود سهو لأن أصلا الاقتداء كان شكله يعني صوري مش مقمي حكماً مفيش اقتداء لأنه منفعش يبقى إمامه محدد كم؟ هي صورة نذرة يعني لكن هو بيقولك ومحل هذا كله إذا لم يكن إمامه محدد فإن بنى إمامه محدد بنى إمامه محدد فلا يلحقوا سهوه ولا يتحمل هو عنه سهو إذ لا قدوة في الحقيقة لا قدوة في الحقيقة يبقى القنوط في الصبح أي في ثانيته القنوط في الصبح لي في ثانيته فلو قنط في الأولى بنية القنوط سجد لسه لأنه حط في غير موضوع واضح واضح واحترز بقوله في الصبح وفي آخر الوتر إلى آخره عن قنوط النازلة فلا يسجد لتركه كما مر في حاجة اسمها قنوط النوازل لما تحصل مصيبة أو نازلة من النوازل الإمام بيقنط في الرفع من الرقوع في الركع الأخيرة في كل الصلوات ولو ناسي قنوط النازلة ما يزبطش لسه لأنه ده مطلق دعاء doch والقيام للقنوط ده واحد من الابعاط ثاني ويوتصور ترك القيام للقنوط ويوتصور ترك قيام لقنوت وحده بما اذا كان لا يحسن القنوط فانه يسن له القيام بقدره فاذا لم يكن بقدره فقد ترك القيام للقنوط وحده دون القنوط لأن الفرض اللي هو المفترض يعني في المسألة أنه لا يحسنه كما تقدمت الإشارة إليه والحاجة اللي بعد كده كمان يسجد لها لسهو لو سبع والصلاة على الآل في التشاهد الأخير لو صلى في التشاهد الأخير سمع إمامه بيقول اللهم صلي على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وصلى شعال الآل الإمام هنا تروح أنت إيه تسجد لسه لأن تترك الخلل لصلاة الإمام فتتسجد لسهو حتى لو أنت صليت على الآل واضح لأنه ترك الصلاة على الآل قبل انقضاء القدوة واضح حتى دي وصلاة الإمام صحيحة ولا يسجد لسهو عند الأحناس واضح صحيحة عند الآل ولا يسجد لسه يبقى والصلاة على الآل في التشهد الأخير لأن الصلاة على سيدنا محمد في التشهد هذه الأخيرة لي من الأركان فلو ترك تبتل الصلاة عندنا عند الشفائيد جبقى الصلاة على النبي الصلاة Joey sal mentioned بخلافها في التشهد الأول فلا تسن التشاهد الأول ليسن الصلاة الآل التشاهد الأول اللا هو الأوسط بينتهي عند قولها اللهم ما صلي على سيدنا محمد بعد الشهادة وتقوم. فلو قال الله ما صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ما يجرىش حاجة. لكن لا يسن الصلاة على الآل في التشاهد الأوسط عندنا. يبقى يسن الصلاة على سيدنا محمد في التشاهد الأوسط ويجد الصلاة على سيدنا محمد في الشهاد الأخير ويسن الصلاة على الآل في التشاهد الأخير ولا يسن الصلاة على الآل في لا تشاهد للأصل. سهل الحتة دي. طيب. وابتشكي لتصور السجود لترك الصلاة على الال في التشاهد الاخير بانه ان علم تركها قبل سلامه اتى به او بعده وقبل طول الفصل فكذلك او بعد طول الفصل فاتت ولا سجود. قال لك طب امتى يسجد لترك الصلاة على الال اذا كان هو لو نسيها قبل السلام حيقول. ولو نسيها بعد السلام ولم يطل الفصل يقولها خلاص ويسلم. كويس. او بعد طول الفصل فاتت ولا سجود للسلام لانه سلم وخرج من صلاته وانقضى وقت صلاة سجود للسلام. طب ما هيتركها امتى دي. يعني هي صورة سجود للسلام واللي ترك الصلاة على الال. انت ازاي. بيقولك ده ملعا الصورة. فقال لك وكذا لو تركها عمدا وسلم. برضو خلاص تركها عمدا وسلم. صلاة صحيحة. وهم عالوا للسجود سهول لانه سلم ومشي. واحنا سجود السهول موضعه قبل السلام. طب هم قال امتى يسجد السهول لترك الصلاة على الال. وجيب بانه يتصور السجود لترك امامه لها. فاذا سمعه يقول اللهم صلي على سيدنا محمد السلام عليكم. او كتب له اني تركت الصلاة على الال. او اخبره بذلك. سجد لسه جبرا للخلل الذي تترق الى صلاة من صلاة الامام كما مر تصويره في الكلام على الابعاد. واضح الحكاة دي. كل ده مذهب شفائية. الملكية اصلا الصلاة على النبي والال اصلا من السنن. واذا تركها يسجد للسهول عند الملكية برضو. لكن لو تركها بالكلية صلاة صحيحة. الشفائية عندهم الصلاة على النبي ركن من اركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يصلي عليه. خذوا بهذا الحديث لا صلاة اي صحيحة. قالوا لان نفي الصحة اولى من نفي المجاز. نفي الصحة اولى من نفي المجاز. لان الشرع جاء لبيان صحة العبادات. واخد بالك. وخدوا قول الله عز وجل يا أيها الذين ما نصلوا عليهfulness اللي متسليمها. هذا الامر للوجود اي في الصلاة. واخد بالك. بدليل ان لما نزلت هذه الاية يا أيها الذين ما نصلوا عليه وسلمه تسليمه. قالوا لرسول الله يا رسول الله انا علمنا كيف نسلموا عليك. فكيف ان نسليم. وكانوا بيتسلموا عليه في التش erm at samh. في الصلاة. فقال لهم انقول الله ان نصلي على محمد وعلى علی المحمد كما صل عك. فورد التشهد الجزء الأخير من التشهد ورد توجيه النبي لهم بعد نزول الآية عشان يقولوا في الصلب فالشفقية فهموا إن الآية هنا الأمر فيها أي للوجود حال الصلاة وطالما وجدت حال الصلاة وقت من أركانه فإم تبقى وجد نظر الشفقية نقل إن في حاجة اسمها علم أسباب الحديث النبو زي مع علم أسباب النزول في القرآن علم أسباب الحديث النبو تشوف الحديث دة كان سببه إيه لأن قد يكون سبب ورود الحديث حل للغز الحكم المستمد من الحديث فيه أم ت�� careers فسبب ورود حديث قولوا اللهم صلي على محمد وعليم محمد نزول الآية عشان كانوا يسألوا إحنا بنسلم عليك في الصلب وانقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الله الصالحين فقالوا علينا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال اقول الله ومصال تهمت بقى الشفق كيف ماذا الامام الشفقي ليه لمحب جميل ولم يفهم هذا المعنى الى الامام الشفقي الايمة الاربعة البائيين قالوا ان الوجوب اي في الامر مرة كما قال الملكي وبعضهم قال اي كلما ذكر يتكرر الوجوب كلما ذكر واخد بالك ازاي وبعضهم قال كلما ذكر في المسجد الوجوب لاول ذكره ويستحب الصلاة عليه بعدها تكرار ذكره بعد ذلك يعني اختلفوا في حدة الوجوب دي ايه انت تبقى واجب الشفقي حلاء حلاء ده واخبى في الصلاة وتستحب في غير الصلاة واخبى في الصلاة وتستحب في غيره واخبى في حدة دي عرفت ليه بقى الشفقي حلوين قوله هو الهيئة يبقى احنا خلصنا كده الابعض نيجي بقى في الهيئات اللي هي لما ينساها ما يسجدش لسه خلاص دي سهل والهيئة وتقدم عنها السنة ايوه وما سجدش صلاتك صحيح صلاتك صحيح لان سجود السهل اصلا حكمه سنة مش واجد فلو انت عليك سجود سهل وبعدين انت نسيت اصلا تسجد للسهل موسعات الواحد يبقى النسيان ركبوا من جميع الجهة يعني نسي التشاور للعوسط وقالحب اسجد للسهل في الاخر يجي بالاخر ينسى كمان يسجد ما يجرىش حاجة صلاته صحيح ولو سهل في السهل ولو سهل في السهل ما يجرىش حاجة برده يسا يعني بيجي بالسهل يعني مليم يعني السبب للسهل وقالحب تشاهد بعديه ده يتصور خلص ما قالوش حاجة يسلم وخلاص ويروح بقى يبدل عجلنا كده يسلم ويروح طول ما هو ساهي لعبرة بسهل يبدل بقى ايه كده بس طبعا المأساة في اللي بيصلي ورده هو اللي اتحرس وهو بقى فعليا المفارقة ويسيبه وهو بقى يشغل في السهل لكن على اي حال الناسي خلاص ناسي والهيئة وتقدم انها السنة التي لا تكبر بسجود السهل كالتسبيحات بيديك ايه تشبيه يعني يشبه لك بعض الهيئات كمثال كالتسبيحات اي في الركوع والسجود وقول ونحوها اي كالتكبيرات للانتقالات قالك للانتقالات مش تكبرت الاحرام تكبرت الاحرام روكت انما التكبيرات الانتقال دي ايه هيئات وقراءة الصورة لعب الفتحة لو ناسي قراءة الصورة لعب الفتحة يعني الامام ارى الفتحة ورحايل الله اكبر في الصلاة الجاهري خلاص امشي وراه مش تعملش مشكلة يعني اركع وراه وخلاص وما يسجدش لسهه كمان كاش حاجة وصلاة الصحيحة الملكية عندهم لو ناسي السورة يسجد لسه ملكية كده لكن الشفعية لا وقراءة الصورة والتعاوز ناسي اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العنوان ما قالش اعوذوا بالله من الشيطان ناسي دعاء الاستفتاح كل دي اسم الهيئات كويس والتعاوز ودعاء الافتتاح الى اخر الهيئات المتقدمة جهر في غير موضع الجهر جهر يصلي الضهر راح قاعد يجهر بالناس بيصلي المغرب جهر في الثلاث ركعات زي انا عملتها مرة بالناس لقيت نفسي جهرت في الثلاث طب انا عملت كده لقيت نفسي كده بعد وانا ركع في الركعة الثلاث والتاني ايه اللي خلنا جهر في الركعة الثلاث بتعاوز الواحد ناسي واحد يقوله ايه بقى ولا اقول مان فرحا بصوته وقاعد شغل بغير الفلد نظر لا يسكته النسيانة يعني ممكن تعاوز اعوز ان بتصلي الضهر تلاقي نفسك جهرت وبعدين اتميت كده ركعة وان ركعة الثانية اصريت لان افتكرت انك في الضهر بقى او تيجي في صلاة العيشة قلت الله واب رو صليت سرا والناس قاعد يقروا سرا خلاص وقلت الله واب ركع ووراك ومش يتصال يعني تركت الجهر في موضع الجهر او تركت السر في موضع السر كل ده لا يسجد له لسه والصلاة حتى سهلا برضو ما حطش ايده على اليمين على اليسرى كده لا واحد كده حطت ايده جمع مثلا دي هيئة من الهيئة ما فيهش مشكلة او فيه ناس تروح عامل كده هو منكتف نفسه كده امربع كده طبعا الهيئة دي غريبة ما اسمعنهاش عن حد من الهيئة مالفة لكن هو سمعها كده ان لازم يبع يده اليمنى على كوع اليسرى وهده فاهم ان اده الكوع وده المرفق هو لما ارى فيه من اده الكوع لانه عمي من العوانه اده اسمه المرفق الكوع هنا هو الكوع هو اللي هو عند الروس ايوه فهو تساهمها بمعانة العوان فتلقيه فعمل كده فم يجرش حاجة صلاته صحيحة ولا يزجد لسه كمان لاش مشكلة لان دي من الهيئات تقيمت بقى المسألة سمعت اوه انا حتى تشوف يقولي لو ات سبحانه رباه الاعلى مركز سبحانه رباه رضيه ورعا لا انا مذهب الشفعية لو ما اقولتهاش خالص ما تسجدش لسه لانها من الهيئات خلاص اقوله ما ذهبك انت كده احنا ما ذهبنا ما نسجدش ما يجرش ده يتوبوه برده ليه عورة تسكت ليه بتقولها سرانه يب نجهر بيها دي جزء من الفتحة يب تجهر فيها كما تجهر بالفتحة وتسر بيها كما تسر بالفتحة ويمسكوه ويقذبو فيه الشفعية جبوه عذروه وقوله مما لا يجبر بالسهو الى اخر الهيات المتقدمة وقوله مما لا يجبر بالسهو وبالسجود ببيان لنحوها وقد مثلناه لك لا يعود المصلي اليها اماما كان او مأموما قلت الله اكبر في الراكعة واناينة بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت ارى الفتحة مرجعش بقى اقول بقى الاستفتاح ولا اقول اعوذ بالله من الشرواسك بالفتحة خلاص ما عودش به انتهي امشي بقى وكمل صلاة اماما لا يعود المصلي اليها اماما كان او مأموما او منفردا وقوله بعد تركها اي عمدا او سهو كما سيذكره الشريك ولا يسجد للسهو عنها ولا يسجد للسهو عنها فان سجد عنها عامدا عالما بطلت صلاته ليه لان عمدنا السجود قبل التسليم في القصول بالصلة فكأنه عمل حركة زيادة ركن زيادة فلو حسبة ده سجود سهو عامدا عالما وقبل التسليم بطل الصلاة فهمت وإلا فلا طب إفرد جاهل ما يعرفش الحكم هو عارف انه نسي حاجة طب يترى الحاجة اللي نسيها دي يسجدولها للسهو ومسجد للسهو خلاص زي بعض الجهل كده العوام صلاة صحيحة صلاة صحيحة ايه بالحكم فيمتنز زيادة لانه ده يخفى على كثير من العوام الفرق بين الهيئات والأبعاد يخفى على كثير من العوام وإلا فلا لكن حصل بهذا السجود خلل فيجبره بسجود آخر لأنه لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه وما فيه فصورة ما قبله أخذ بلك من حدة ديه فإن سجد عنها عامدا عالما بطلت صلاته يعني عن الهيئة وإلا فلا لكن حصل بهذا السجود خلل اللي هو سجود السهو في غير موضعه حصل خلل فوكبره بسجود آخر لأنه لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه فصورة ما قبله أن يتكلم كلاما قليلا ناسيا ثم يسجد وصورة ما بعده أن يسجد ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا وصورة ما فيه أن يتكلم بكلام قليل ناسيا في سجوده فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن من وقوع مثل هذا مثل ذلك في السجود الثاني وأكذا فيتسلسل وكذلك لو سجد ثلاث سجدات فلا يسجد ثانيا للتعليل المذكور وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أهل الكوفة كما أن سيبويه إمام أهل البصرة حين ادعى أنه من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أبو يوسف أنت إمام في النحر والأدب فقال تهتدي للفقه فقال سلما شئك فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا يعني بيمتحنه أبو يوسف بيمتحن إيه صيبويه صيبويه كان رأيه أن اللي يتبحر في علم العلوم يهتدي لسائر العلوم فأبو يوسف قال أنت تبحثته في النحر طب إنت أهتديت في الفقه قال له ها يسأل فراح سأله السؤال فقال له إيه قال له لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا قال لا لأن المساقر لا يساقر وتوجيه أن المساقر زيد فيه حرف التصغير كدريهم في درهم ونصه على أن المساقر لا يساقر ثانيا ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا فيه سجدة فقد أشبه المساقر في الزيادة فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا وهذا توجيه دقيق فخرج من المسألة حلوة فأجاوب له إجابة حلوة سيبويه قال له المساقر لو سغر ثانيا أنا سجدت سجود ثلاث سجدات سجود ثو اثنين فهو هنغر من الثلاثة فالمساقر لو سغر عندنا في النحوة كذلك في الصلاة فهمت؟ الحتة دي نباهة يعني وهذا توجيه دقيق كما نقل عن الأستاذ الحفناوي وإذا شك دي بقى سبب أخذ لسجود الثلاثة وإذا شكل مصلي في عدد ما أتبه من الركعات دي هنوفع عليها نكملها الدور الجاي إن شاء الله اللي هو حالة الشك في عدد الركعات نفسه برضو دي بيطني على الأقل ويسجد للسهم دي مش من الأسباب بتاقي فهو هنكملها إن شاء الله في يوم السبت القادم بإذن الله إيه يا أولي مرزوب داي من بعد اللي خلص صداته يذبت بتنسى حتى لو بعد مش لو بعد التسليم لا بأس مش مشكلة قبل التسليم قبل التسليم وده مجذوب بقى مال نجابين تحتاخد علمك من المجازين يعني يستنوه ولا ينوه من فرق لا إنت تنوي ورا لي بقى لأن قد يكون بينسى فعلا وإنت متعرفش ممكن إيه ستشارد الأوسط بأنت مقتلبي إيه إنت مقتلبي تسجد للسعوة في الاقتداء لأن إنت لازم تحسن الظن بيه لكن إنت متسجدش للسعوة على الفضوة على المليان زيه في صلاتك لأنك لا تقتلبي بالمجذوب إنت في غير الصلاة مش كده بره ما في مجازين كانوا يتكلموا جوه الصلاة يبقى جوه الصلاة يبقى جوه الصلاة كده ووحد معدي عليه كلمه وبعدينه مستمر في الصلاة إنه ملناش دعم صرقها صرقها مين حسن صرقها سيد لما كان بيصلي بالصلاة وبعدين جا ود خده من مسجد صرق الحزاء بتاع الشيخ الزهر الشيخ كان جاي بحزاء جديد والوقت سيد ده كان نفسه بحزاء جديد فلما لقى حزاء الشيخ موجود والشيخ جوه في حجرة الإمام خد سيد الحزاء وغيره والجرع المجذوب ده عاد بيصلي فالرجل الشيخ خرج من حجره ويدور الحزاء بتاعه ملقوش أما قاله هو جوه الصلاة صرقها سيد الله هو أكبر كان بالأظهر حكاها لنا الدكتور علي جمع اه في حاجة تاني اه لا ما احنا قلنا الشفاهية احنا الشفاهية قبل التسليم المطلقة مطلقة اه بيقول قمت باشراب كتعة أرض بمبلغ ستة وتلاتين ألف بالتقسيد من أجل بيعها في المستقبل ان شاء الله فبيرجاه الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأرض مع العلم بأنه تم دفع 15 ألف مؤد والباقي 21 على دفعتين الأولى في فبراير والتانية في فبراير 2009 يعني اشترى بنية التجارة اشتراها بنية التجارة فصارت من عروض التجارة عندها كويس فهيبقى المبلغ اللي دفعه ده في الأرض ده يطلع ربع عشر لما يحل الحول فلما يدفع المبلغ الباقي يطلع ربع عشر الكل في الحول اللي بعد ولما يدفع المبلغ كله في الحول الثالث واخد بالك يطلع ربع عشر برد طيب وقعد كده هتقعد تحت يده خمس ست سنين بيسقع والشفاية عندهم يطلع زكاة كل سنة على حدة يجي كل سنة الأرض يجيب كم يا جماعة يطلع زكاة يطلع زكاة يطلع زكاة يطلع زكاة يطلع زكاة بقى 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 أبنيها واعد فيها ما جديش فلوسة بقى 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 لما تكون غريت شوية يبقى ساعة يطلع زكاة عام واحد لما يبعها زكاة عام واحد لما يبعها يعني لما يبعه يطلع ربع عشر من مبلغ اليوم سهلا؟ ما يطلعش زكاة عليها لأنه يطلع بس على الإجارة اللي حيجيله لما يجتمع مع فلوسه الأصلية ويوم يطلع ربع عشر من كل رصيده في كل عام زي اللي عنده تاكسي بيشغله واللي عنده عربية بيشغله واللي عنده أصر بقى 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 مشكلة الأرض الزراعية اللي زكاة عليها الزكاة على المحصول اللي بيطلع كفية حقها والمحصادي كويس؟ فزكاة الزروح اللهم متأجره لا يطلع على الفلوس اللي حياخده اللي بيبقى والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك نشألون من صفر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله سبحانك اللهم وبحمدك نشألون من صفره بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتواصل الحد واتواصل الصالح وغزاكم الله شكرا شكرا